هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة إذن نرحب بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة من مسار السوق وزميلة مؤمنة فعور نصحبكم سويا وضيفنا في هذه الجولة سيد مناف ملوحي مدير قسم الأبحاث في شركة الصف والخدمات المالية الإسلامية نرحب بك سيد مناف وسنتحدث بالتأكيد عن الكثير من تفاصيل الاقتصاد في الإمارات ولكن بعد أن نأخذ المشاهدين بجولة حول أبرز العنوين غياب المحفزات وتقلبات أسواق السلع والمال العالمية تحدد المسار الهابط للأسواق الخليجية السيولة ضعيفة ومحاولات التماسك قائمة مودز تستبعد تأثير السعار النفط على الجدارة الاتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي وتحذر من استمرار التحديات الاقتصادية فائد الميزان التجاري القطري هو بنسبة 53% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري بضغط من هبوط صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم إذن كما كان متوقعا اليوم أن يكون الأداء في الأسواق الخليجية والعربية أداء عرض مائل إلى الهبوط بفعل عدة عوامل اليوم معامل الارتباط مع العوامل الخارجية هو الأكبر ضبابية الأسواق العالمية تراجعات أسعار النفط ظهر عامل جديد آخر مؤثر وهو أن شبح رفع الفائدة الأمريكية بدأ يلوح في الأفق من جديد بعد تصريحات لأعضاء من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ومؤثرين ذكروا بأن بالإمكانية أن يحدث ذلك ويليام دادلي مثلا رئيس الاحتياطي في نيويورك ألمح إلى ذلك وقال أنه بات من الإمكان أن ترفع أسعار الفائدة مثل هذه الأخبار تقلق الأسواق التي أصلا هي تحتاج ربما إلى الطمأنينة أكثر من هذه الضبابية التي تسود وبالتالي لم تخالف الأسواق التوقعات كثيرا وإن كانت متباينة السوق الوحيد الذي خلف ذلك ورأيناه يتراجع في الأيام الماضية يعود الآن إلى اللون الأخضر هي المؤشرات الكويتية جميعها مؤشر الكويت الوزني ارتفعات بأربعة أحشر النقطة المئوية والمؤشر السعري أيضا يرتفع بعشر النقطة المئوية ارتفاعات طفيفة ومؤشر الكويت أيضا ارتفاعات بأكثر من نصف النقطة المئوية وهو تطور لافذ في السوق الكويتي اليوم قياسا على عوامل داخلية في السوق مؤشر أسواق الإمارات في دبي وأبو ظبي جاءت متباينة المحللين اليوم توقعوا أن تكون هذه الأسواق متماسكة قياسا على الأوضاع للشركات وأنها وصلت إلى درجات مغرية في الشراء وبالتالي جاءت هذه المؤشرات في سوق دبي وفي أبو ظبي منسيمة ربما مع هذه الاتجاهات لكن تباين واضح رأينا تراجعات أقرب إلى الاستقرار في سوق دبي قطاع العقار من الدرجة الأولى وقطاع الاستثمار كان مؤثرين بشكل كبير رأينا دبي للاستثمار رأينا أيضا دريكا نسكال التي تتراجع ربما تراجع الأكبر في خمسة أشهر لهذه الشركة ظروفها الخاصة وخسائرها الكبيرة التي منيت بها والتزاماتها المالية أسرد على هذا السهم من الدرجة الأولى وبالتالي كانت هذه التراجعات وفي المقابل دبي الاستثمار التي حضيت ربما بعقد عبر إحدى شركاتها المملوكة لها بالكامل في السعودية بخمسة ملايين دولار أسهم أيضا في انتعاش السهم وبالتالي خلق هذا النوع من التوازن مؤشر السوق أبو ظبي ارتفاعات بنصف النقطة المئوية رأينا أن قطاع العقار والاتصالات أثر في السوق سلما في المستهل لكن عاد السوق وصحح مساره بهذه الارتفاعات بورصة قطر تواصل التراجع بعد الارتفاعات الاستثنائية التي وصلت إليها والمؤشر عند 11116 نقطة بعد اللامسة الـ 500 و450 نقطة في ارتفاعات لافتة استثنائية يعود الآن إلى مساره الصحيح ومؤشر سوق مسقط المتقلب يدور في ذات النطاقات الآن 5849 نقطة قطاع البنوك المصارف والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي يتبادل المراكز في التأثير على هذا المؤشر سلبا وإيجابا نبقى مشاهدين في تأكيد وكالة مدز للتصنيف الاعتماني التي أكدت أنها لا ترجح عن تؤثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفطة بشكل كبير على الجدارة الاعتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي سنتابع وإياكم التفاصيل عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية مستمرة والضغوط على اقتصادات دول الخليج ستتواصل آخر ما أعلنت عنه وكالة مدز للتصنيف الاعتماني التي أكدت على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية لن تحمل آثار كبيرة في الجدارة الاعتمانية للدول الست مدز استبعدت خروج الاقتصادات الخليجية التي كان النفط مصدر إراداتها الأول من تحت الضغوط التي تعيشها منذ نحو عامين مخالفة بذلك توقعات سابقة بأن تخف هذه الضغوط مع ارتفاع أسعار الخام الأسود ولو بشكل بسيط على المدى القريب الوكالة شددت على أن العجز الذي تسرب لموازنات الدول الخليجية في السنوات الأخيرة سيستمر في 2016 ومتوقعة أن يصل في الكويت إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بينما ستبلغ نسبة هذا العجز في قطر إلى 5.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في حين سيتجاوز في سلطنة عمان 15% مودز لم تغلق الباب نهائياً أمام التفاؤل بانتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي موضحة أن الانتعاش المنتظر مرهون بالخطط والإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية في البنية الاقتصادية التي ترافقت مع التراجع الكبير في أسعار الذهب الأسود ومؤكدة على أن سرعة تنفيذ هذه الإجراءات وجودتها ستبقى المحدد الرئيسي للجدارة الاقتمانية السيادية لهذه الدول توقعات لبنتها مودز على تقديراتها المستقبلية بأن تبقى أسعار النفط منخفضة لتتراوح في المتوسط ما بين الأربعين والستين دولاراً للبرميل على المدى المتوسط فيما رفعت من تقديراتها لأسعار خام برينت مشيرة إلى أنها سترتفع على المدى القريب إلى الأربعين دولاراً للبرميل في 2016 وخمسة وأربعين دولاراً للبرميل في 2017 نجدد إذن الترحلي بضيفنا هنا في الأستوديو سيد منافل ملوحي مديق قسم الأبحاث في شركة الصف والخدمات المالية الإسلامية دعنا نحكي عن أداء السوق ذات الرتم والمشهد نفس المشهد والصورة دعت الصورة يومياً بين الطلوع والنزول إلى أي مدى ماتت العوامل الخارجية من الدرجة الأولى هي التي تحكم مسار السوق؟ الفعل طبعاً نحن العوامل الخارجية كثيراً اللي بتأثر على سوقنا يعني مو بس عامل واحد يعني مثلاً تداولات الأسواق الأمريكية داو جونز مثلاً له تأثير كثير كبير على سوقنا كمان أسعار النفط نحن دولة منتج للنفط لهون وكمان أسعار النفط إلى تأثير كثير كبير ظهرت الفائدة الأمريكية في هذه الأيام أيضاً واحدة من المسببات أكيد الفائدة الأمريكية هي مسبب أديم ولكن تم تجاهله بفترة معينة وهو بعد البريكزيت وهلأ رجعنا نحكي فيه من أول جديد هلأ في عنا اجتماع طبعاً نحن بـ 21 تسعة بس متوقع عدم رفع الفائدة يعني تبقى كما هي يمكن توقعات أكتر في نهاية العام مثل ما تفضلت في عنا مؤسرات كثير إن كان النفط وهلأ يمكن نشوف ترابط أعلى شوي بالفترة الماضية كان ترابطنا مع النفط كثير قليل هلأ يمكن الترابط شوي يزيد خاصة بالفترة الماضية والفترة الأخيرة هلأ نشوف أنه صعود مع النفط صعدنا شوي نحن هلأ كمان هلأ تراجع صلوا يومين ثلاثة كمان نحن نصحح شوي فيه تأثير كثير كبير في غياب العامل الأمريكي هلأ سوء الأمريكي داوجونس صلوا فترة بيتأرجح في نفس المكان يعني بيطلع نهار بينزل نهار تاني نهار فتأرجح فغياب هلأ المؤثر هذا على سوء نهل هلأ يجعل سوء صحح شوي مع النفط النفط صارت له تأثير أكبر طيب قد تكون البنوك هي أحد أكثر الأمور تقييما للاقتصاد في معظم الدول دعنا نتحدث عن البنوك الإماراتية كنا قد قرأنا خبر سابقا عن ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي الإماراتي ارتفعت بنسبة 11 أو 14 بالمئة تقريبا يعني على ماذا يدل ذلك وكيف يعكس صورة الاقتصاد الحقيقي في البلد إذا شفنا حتى البنك المركزي يعطي إعلان كامل على جميع الموجودات والمطلوبات والودائع وكل المؤشرات المالية الموجودة عنده أغلب المؤشرات نرى مؤشرات جيدة وتعكس حالة القوة الاقتصاد الموجودة فيها وهو قوة البنك المركزي هنا أنه عنده قوة وملاءة مالية كبيرة نرى هذا الشيء حتى ينعكس بشكل كبير على البنوك العاملة في الدولة هنا نرى أنه صلنا فترة نرى تركيز البنك المركزي بشكل عام في البنوك المحلية على مواضيع التي هي تعزيز الملاءة المالية تعزيز الشق الأول من رأس المال بناء قاعدة رأس مالية قوية للبنك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تصيب المنطقة أو تصيب البنك أو تصيب حتى على مستوى البنك نفسه في الفترة القادمة رأينا كثيرا تركيز على موضوع المخصصات ونحن نلاحظ البنوك بشكل عام نتعاني من مخصصات كبيرة تركيزه على المخصصات هو لتعزيز القاعدة المالية كما رأينا الفترة الماضية كان فيه أرباح كثير جيدة وعالية طبعا لا أتحدث عن الأرباح الماضية نحن نتحدث عن سنة 2015 2015 كانت أرباح قوية جدا في قطاع البنوك أنا براي أن البنك المركزي يستفاد من هذه الفترة بحيث أنه الآن فاتح يحاول أن يعزز قاعدة رأس المالية لشكل أول من رأس المال وحتى بشكل عام للرأس المال كلياته ويمكن هذا شيء ينعكس سلبا على الأرباح الأرباح البنوك أرباح البنوك يعني بشكل بسيط يعني هلأ مثلا كيف ينعكس إذا شفنا مثلا دبي الإسلامي ولكن هو ينعكس على أرباح البنوك ولكن ليس بشكل سلبي أكيد هلأ هي إذا شفنا على المدى الأصير فنلاقي يمكن أن تراجع في الإيرنينج بيرشير اللي هو الربحية السهم وبشكل بسيط مثلا شفنا أنه عنا مصرف دبي الإسلامي زاد رأس الماله 25% فلما يزيد رأس الماله 25% أكيد التوزيعات حتقل لأنه عدد الأسهم زاد كنا أربع مليار أصدنا خمسة مليار الأرباح هي هي لكن التوزيعات اللي حتقل نتيجة المعاملات اللي يسويها البنك شفنا مثلا دبي الإسلامي أو عدد بنوك حاول يترفع رأس المالها في بنوك تاني مثلا عم تحاول اندماج في بنوك تاني تحاول مثلا تقترض أو حتى تعمل سكوك هذا شيء له تأثير بالأخير على ربحية السهم لكن على المدى الطويل هذا يعزز من قاعة البنك ويخليه على المدى الطويل أقوى فللل مستستمر طويل الأمد فهذا البنك أو الشركة البنك أو السهم هذا هو شيء قوي ولكن على المدى الأصير اللي بحب التوزيعات مثلا والعمير يحابب التوزيعات السنوية فيمكن تكون توزيعاتها الأقل من التوزيعات السنة الماضية نعم إذن سيد مناف سأزالك سؤال هو يبدو كبير شوي يحتاج إلى فاصل قصير سنعود للإيابة بعد الفاصل ولكن سؤالي عن سلوك المستثمرين وقالية التداول في أسواقنا في أسواق المنطقة في سوق الإمارات على وجه التحديد وأنت تعلم أن هذه الأسواق تسعى لأن ترتقي بنفسها يوم بعد يوم عبر النظم واللوائح والتشريعات والقوانين ومسي آي وكل هذه التفاصيل لكن أحيانا نجد السلوك ذاته السلوك القديم يتجدد إلى أي مدى يؤثر لذلك أيضا في عملية التداول سنجيب بعض الفاصل إن شاء الله هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة أهلا بكم مشاهدين مجددا قبل أن نعود إلى ضيفنا الكريم سنبقى مع تراجع فائد الميزان التجاري القطري خلال الربع الثاني من هذا العام بنحو ثلاثة وخمسين بالمئة مسجلا نحو عشرين مليار وستمائة مليون ريال وذلك نتيجة لتراجع الصادرات القطرية خلال نفس الربع بنسبة وصلت إلى ثلاثين وثلاثين فاصل أربعة بالمئة سنتابع المزيد في هذا التقرير يبدو أن للميزان التجاري القطري نصيبا مما يشهده العالم والمنطقة من حالة اضطراب اقتصادي فالميزان الذي كان قد حقق فائدا بنحو ثلاثة واربعين مليار وسبعمائة مليون ريال في الربع الثاني من عام الفين وخمسة عشر انخفض فائده بنحو ثلاثة وخمسين في المئة في الربع الثاني من هذا العام ليسجل بذلك فائدا بنحو عشرين مليار وستمائة مليون ريال الانخفاض كان سببه تأثير الصادرات بشكل أكبر من تأثير الواردات فتراجع الواردات بنحو واحد فاصل سبعة في المئة في الربع الثاني من هذا العام لنحو ثمانية وعشرين مليار وثمانمائة مليون ريال قابله تراجع في الصادرات بنسبة اثنين وثلاثين فاصل أربعة في المئة إلى تسعة واربعين مليار واربعمائة مليون ريال في نفس الربع العوامل التي كانت وراءه بوط فائد الميزان التجاري القطري عديدة ومتنوعة إلا أن العامل الرئيس كان سببه تراجع في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم بنحو واحد وعشرين مليار وثلاثمائة مليون ريال بالإضافة إلى تراجع صادرات المواد الكيموية بقيمة مليار وثمانمائة مليون ريال فيما كان لتراجع الواردات من الآلات ومعدلات النقل العامل الرئيس وراء تراجع الواردات لقطر التي شهدت من ناحية أخرى ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة مليار ومائتي مليون ريال وفيما يتعلق بتوزع الصادرات القطرية فقد كان للدول الأسيوية النصيب الأكبر والتي احتلت المرتبة الأولى لمقصد الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة وصلت لنحو واحد وسبعين في المائة وللواردات بنسبة وصلت إلى واحد وثلاثين في المائة فيما حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى 11.8% بالنسبة للصادرات و30.7% بالنسبة للواردات إذن عودة من جديد إليكم مشاهدي الكرام وعودة إلى ضيفنا الكريمة السيد مناف الملوحي مدير قسم الأبحاث في شركة الصف والخدمات المالية الإسلامية وكنا للتذكير فقط ولمن ينضم إلينا الآن للمتابعة قد سألناك قبل الفاصل عن سلوك المتداولين والمستثمرين داخل السوق كيف نستطيع أن نقرأه ونحن نرحض أحيانا بعض المفارقات ربما ليست لها علاقة بالنتائية الشركات من قريب أو من بعيد رغم أن هذه الأسواق نستطيع القول أنها أسواق أصبحت لا أقول ناضية ولكن أقرب ناشئة نعم صحيح تمام الآن مثل ما تبدأ من الفكرة التي تفضلت فيها هو أننا سوءنا تم ترقيته طبعا نحن تم ترقيت سوء الإمارات إلى سوء ناشئ عن طريق المورغانستالي MSCI وسوءنا أنا برأي هو إداريا وتشريعيا تم انتقاله إلى هناك طبعا دولة حقائط جميع الشروط التي تطلب الانضمام أو أنك تكون كسوق ناشئ كإجراءات تشريعية كإجراءات مالية كلها تم تزبيطها وبالأخير نحن تم ترقيتنا لكن إذا جئنا على الشغلة الأهم اللي هي المستثمر نفسه المستثمر نفسه لحد الآن المستثمرين للساعتنا نحن في عقلية السوق الأديم اللي نحن متعودين السوق بيطلع مع بعض أسهم في قائد واحد سهم بيطلع كل الأسهم تمشي وراه السوق بينزل كل الأسهم وبتنزل هذه الفكرة نحن هل أختلفنا فيها مع دخول الأجانب ومع تم ترقية السوق إلى سوق ناشئ صار في استثمارات أجنبية بتدخل على القطاع صار في استثمارات أجنبية بتدخل في المأسهم هذه الاستثمارات الأجنبية لا تشتغل على نفس العقلية اللي نحن كنا نشتغل فيها إلى أساسيات إلى تحليل فني إلى تحليل أساسي إلى أسس تفوت وتعتمد على دراسة الأسهم واختيار الأسهم الأنجح والتي تلاقيها هي أنسب لمحافظها بحيث أن تستثمر فيها فيه على مدى أصير فيه على متوسط فيه على مدى طويل أنا برأيي سوقنا هلأ في مرحلة انتقالية سوقنا كمستثمرين طبعا نحن عم نحكي وحتى كمساهمين في قلب السوق في مرحلة انتقالية لساعتنا على أقلية الأديمة ونشوف شغلات جديدة في السوق نشوف حركات غريبة في الأسهم ما كنا نشوفها من قبل نشوف تفكير جديد نشوف حتى أدوات مالية جديدة شفنا المارجن من فترة وهلأ من جديد هلأ كمان عنا الفيوتر العقود الآجلة بواحد تسعى حتى تبلش فيه أدوات مالية جديدة عم تنزل للأسف المستثمر صغار المستثمرين خليني أحكي والمساهمين العاديين البسيطين والذين بشكل شريحة كبيرة ما عندهم فكرة على استخدام الأدوات المالية هاي وما عندهم فكرة لهيك بتلاقي تأثير عليهم بيكون سلبي في جميع الأحواق المارجن كان تأثيرا سلبي على المستثمرين بالفترة الأولى لدينا دقيقتين لنتحدث فيها عن القطاع العقاري يعني كنا لاحظنا عدد من الشركات في الشركات العقارية في دبي مثلا أرابتيك تتعرض لخسائر الآن دريك أنسكال تسعى لإيجاد مستثمرين جدد لدخول في هذه الشركة في المقابل مثلا لدينا شركة نخيل العقارية قامت بسداد جميع ديونها كيف نفسر هذا التناقض بين الشركات وأيضا لنفسر قليلا ما يحدث في شركة دريك أنسكال هو يمكن السؤال كمان حضرتك فيه له جزء من إجابة كنت بدي جاوبة لذي تطيب عن الموضوع اللي هي موضوع تأثير النتائج وتأثير الأخبار على حركة السهم نلاقي مثلا مثل متفضلتي أرابتيك تاك أنسكال استثني نخيل باعتبارها مغير مدرجة فتأثير الأخبار كان عليها معدوم الشركة أعلنت عن خسائر السهم ما تحرك ما تأثر في كثير شركات يعني ما تكلم عن شركتين في كثير شركات تأثرت بهذا الموضوع إذا أمت أنه موضوع النخيل النخيل تعرضت لعادة هيكل من فترة وتم دعمها ماليا بـ 8-9 مليار ودرهم بـ 12 مليار ولكنها لا تستخدم إلا مليار وـ 200 مليون إذا كان الرقم صحيح يعني لأن الظروف تحسنت يمكن يعني وقتها الظروف تحسنت لما بلشت إعادة لهيكل كنا نحن في البطن تقريبا فلما تحول السوء يعني لما بلشت السوء يصححه شوي أو حتى يخفف من تأثيراته السلبية عليه أجت على نتائج إيجابية الخسائر كانت خسائر عبارة عن خسائر كبيرة على الدفتر يعني بيعتبر أنه تراجع القيم إذا أجينا بس على موضوع دراك أندس كل وأراب تيك فمن لاي أنه للأسف المواضيع كلها موجودة في الميزانية يجب أن نقرأ الميزانية والأرقام موجودة سيد مراف انتهى التدور أنه سنواصل في مراف الملوح المدير قسم الأبحاث في شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية نحن نشكر لك معنا في هذا البرنامج شكرا مشاهدين لا تزال شركات الطاقة في سوق بوضبي تعيش تحت وطأة الهبوط الحاد في أسعار النفط مما أدى إلى تزايد الضغوط على الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات ورفع من حجم المصاريف أيضا التي تتكبدها تلك الشركات مما ساهم في تفاقم خسائر شركات الطاقة سنتابع وإياكم تفاصيل في هذا العرض لزميلة نوها علي وطبعا سنكون مع نهاية برنامج مسار السوق لهذا اليوم صحيح مسار السوق اليوم كان متعرج ضوابي ينتظر كثير من المحفزات سنتابع نشكركم والفريق العامل في هذا البرنامج إذا قبل أن منتش هذه الجولة جناح كنج في الإخراج والتيما العامل إلى اللقاء إلى اللقاء إذن هناك متاعب تطال قطاع الطاقة في المنطقة الخليجية مع هذه التراجعات المستمرة لأسعار النفط ولا ننسى طبعا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لهذه الشركات في البلدان التي تعمل بها سوف نتحدث بالمقارنة بين بيانات دانغاز وطاقة هذان السهمان المدرجان أيضا في سوق أبوظبي بالنسبة للأرباح الصافية نبدأ بداية مع دانغاز كان هناك تراجع على مستويات أرباح النصف الأول من هذا العام بحدود الثلاثين في المئة ووصلنا إلى مبلغ ثمانية وثلاثين مليون درهم بعد أن كنا بحدود التسعة وستين مليون درهم في الفترة المقابلة لكن على مستوى شركة طاقة هناك تزايد إذن في خسائر هذه الشركة في النصف الأول وكما نرى كانت إذن مقدار التغير في الخسائر كبير جدا واخترقنا منطقة المليار تقريبا ومئة مليون درهم في النصف الأول من هذا العام حقوق المساهمين في كلا الشركتين يبدو أن هناك أيضا تغيرات لصالح حقوق المساهمين ارتفاع في دانغاز بحدود الستة في المئة إذن وارتفاع إلى حدود العشرة مليارات وستمائة مليون درهم على عكس ما يحدث مع شركة طاقة وهناك تراجع في حقوق المساهمين بحدود قوية 76% إلى مبلغ المليار ومئة مليون درهم بعد أن كنا بحدود الأربع مليارات ونصف المليون درهم النصف المليار درهم في النصف الأول من 2015 إيرادات دانغاز كان هناك ارتفاع في الأرباح لكن الإيرادات سجلت تراجعات بحدود الـ 22% في النصف الأول فيما يتعلق أيضا بإيرادات شركة طاقة طبعا نتوقع هذه التراجعات ولكن بمستويات التسعة عشرة في المئة هذا على مستوى شركة طاقة للإيرادات النصفية لنا نتحدث عن التوزع الجغرافي لهذه الشركات بالنسبة لأهم الإيرادات التي تأتي بالنسبة لدانغاز سأتيها من السوق المصرية بحدود 60% كحجم إيرادات من كردستان العراق بحدود تفوق قليلا 30% والإمارات تقتصر على 9% كحجم إيرادات على مستوى توزع الإيرادات بالنسبة لطاقة تختلف قليلا عن ما يحدث مع دانغاز المملكة المتحدة وهولندا إذن الإيرادات التي تأتيها بحدود 22% بالنسبة لكردستان العراق حتى أقل من النقطة المئوية ولكن أيضا إيرادات قوية تأتي لطاقة من السوق الإماراتي بحدود 44% كندا وأمريكا بحدود 9% إذن حجم إيرادات شركة طاقة تطور هذه الإيرادات بداية لقطاع الطاقة في سوق أبوظبي بالنسبة للإيرادات المحلية يبدو أنها تختصر في شركة طاقة على حدود الثلاثة في المئة إذن كإيرادات محلية بالنسبة لدانغاز بحدود 450% الإيرادات الخارجية تختلف أيضا بين الشركتين كان هناك تراجع في هذه الإيرادات الخارجية بالنسبة لشركة طاقة بحدود 31% دانغاز أيضا تراجع بحدود 29% على عكس ما حدث الإيرادات المحلية ينعتمدت أكثر هذه الشركات في عملية نمو الإيرادات المحلية أكثر من الإيرادات الخارجية المعدل اليوم أيضا لإنتاج الطاقة أو النفط المكافئ في هذه الشركات بالنسبة لدانغاز كان هناك إذن ارتفاع في النصف الأول بحدود 1% زيادة الإنتاج في مصر كانت المهمة وهي التي رجحت كفة دانغاز وبدأ الإنتاج أيضا النفط المكافئ وتخفيض الإنفاق الرئيس مالي كان بحدود 1.3 مليار مليون درهم وهذا الأمر كان من ضمن إعادة الهيكل التي اعتمدت هذه الشركة تواكبة مع تراجع أسعار النفط بالنسبة للمستحقات وهذا بند رئيسي لكل الشركتين المستحقات لصالح المستحقات لدانغاز بحدود 3.5 مليار درهم ما استلمت إذن دانغاز في الفترة المقابلة كان بحدود 363 مليون درهم بالنسبة لكردستان أو نسبة المبالغ المستلمة إلى المستحقات كردستان العراق كانت بحدود 6% إذن نسبة هذه المبالغ من مصر 21 في المئة لنذهب إلى وضع السيولة المتوفرة لشركة طاقة السيولة المتوفرة هي بحدود 15 مليار و600 مليون درهم لكن على مستوى الخسائر المتراكمة نسبتها إلى رأس المال إذن بدأت تشير إلى ارتفاعات بحدود 37 في المئة إجمالية المديونية على شركة طاقة هي بحدود 74 مليار درهم إذن هذا على مستوى شركتين دانغاز وطاقة والمتاعب التي نلحظ لهذه الشركات والتي تأتيها من تراجع أسعار النفط هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة